أهلا بكم من جديد تنوي الحكومة الأسترالية تقديم مشروع قانون للبرلمان يجبر شركات التقنية على دفع المال مقابل عرض الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي خطوة ترفضها تلك الشركات لكنها مثار إعجاب وتقدير وسائل الإعلامة التقليدية التي تعاني كثيرا في الفترة الأخيرة نتابع تقرير الزميل محمد أنتر أستراليا قد تصبح أول دولة في العالم تجبر شركات التقنية الكبرى مثل جوجل وفيسبوك على دفع المال مقابل نشر الأخبار خطوة يمكن وصفها بحبل نجاة لوسائل الإعلام التقليدية كالصحف الورقية والمجلات وقنوات التلفز والراديو فهي تعاني منذ سنوات بعد سيطارة وسائل الإعلام الرقمية مدهوعة بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى المصدر الأول والأسرع لنقل الخبر لتسيطر بذلك على المداخل الإعلانية كما فاقم الانهيار الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا أزمة وسائل الإعلام وأقفلت مئات الصحف أبوابها حول العالم من هنا قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون سيطبق على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقات من وسائل الإعلام الأسترالية لكنه سيكون محصورا في بدايته بفيسبوك وجوجل هذه الخطوة تواجه معارضة شديدة من شركتي فيسبوك وجوجل وقد لمحتا إلى أنهما قد تلجآن بكل بساطة إلى مقاطعة وسائل الإعلام الأسترالية إذا فرضت عليهما مدفوعات إلزامية وإضافة إلى إلزامية الدفع مقابل المحتوى يعالج مشروع القانون الأسترالي مسائل عدة منها الولوج إلى بيانات المستخدمين وشفافية الخاورزميات وغيرهما للحديث أكثر حول هذا الموضوع نضم لنا من بيروت المستشار في تكنولوجيا المعلومات السيد عامر الطبش صباح الخير عامر أهلا وسهلا بك معنا بداية عامر إيش الدافع؟ ما الدافع من القانون الأسترالي لهذه الخطوة؟ وإيش الأسباب برأيك؟ صباح الخير لألك ولمشاهدين الكرام الدافع الأساسي هو الخسائر الكبيرة اللي منيت فيها وسائل الإعلام التقليدية مينستريم ميديا إن كانت ورقية أو تلفزيونات بسبب وباء كورونا وتراجع عائدات الإعلانات إلى ما يقارب 90% إلى بعض المؤسسات وجبرت مؤسسات أخرى أن تقفل مؤسسات إعلامية تقفل وبالتالي الموضوع كان مطروح أنه يتم البحث فيه بشهر تشرين التاني 2020 من ضمن القوانين اللي عم تشغل عليها أستراليا لتنظيم قطاع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بس تغيرت النظرة لهذا القانون تم تسريع العمل بأو إطلاقه بعدما كان هو عم يشغل على صعيد إذا بنا نقول ممراندبا في أندرستاندن يعني ورق التعاون بين الدولة الأسترالية وبين وسائل التواصل الاجتماعي هلأ عم يتحول أشبه إلى قانون بدل من ورق التعاون إلى أنقاذ المؤسسات الإعلامية التي أدت جائحة كورونا أو وباء كورونا بالفترة الأخيرة لخسائر كبيرة في قطاعها يعني أنت ذكرت آخر حاجة سيد عامر إنقاذ المؤسسات الإعلامية التقليدية طيب إحنا الآن في عام 2020 والعالم يتطور وفي تقدم ملحوظ وفعلا مثل ما ذكرت أنه في كثير من مؤسسات الإعلامية أغلقت بسبب عدم واكبتها التطور والإعلام الجديد تتوقع أنت برأيك أن شركات التقنية ممكن تعمل حملات مقاطعة ضد هذا القانون أو ممكن تمتنع عن الدفع على الأرجح نعم يعني أكيد رح يكون في حملات مقاطعة إذا كان بقيت أستراليا لحالة بهذا المجال إذا ملحوظتها بلدان تاني اليوم لما تطلع أستراليا بنواة قانون أو مشروع قانون ممكن تطبيقه بعتقد في كثير بلدان رح تلحقها بهذا الموضوع بس إذا ملحوظتها هذه البلدان يعني أستراليا عملت 90% من الشغل هن البلدان بس بدأت تاخد هالمشاريع هيدا أو القانون هيدا وتطبق عندها إذا هالبلدان ما مشيت مع أستراليا وبقت أستراليا لحالة فرح تكون عم بتواجه عمالكة التكنولوجيا مثل جوجل وعملاك تواصل الاجتماع مثل فيسبوك ما بعتقد هيدا المعركة رح تكون رابحة قليلة بالفترة الأولى طيب عامر الآن فعلا الإعلام التقليدي مثل ما ذكرت يعني الصحفة الورقية على سبيل المثال بدأت تندثر وبدأت تنتهي فعليا ليش يعني أستراليا أو الإدارة الأسترالية بتشرع هذا القانون بيتحاول تطبقوا الفترة المقبلة في حين أنه خلاص العالم كله حتى الدول ورؤساء الدول والسياسيين بيستخدموا الإعلام الجديد مفروض هم يعني بالعكس يعملوا على تشديد أو تطوير أو دعم الإعلام الجديد أنت إيش رأيك في هذه النقطة أساسا صحيح معك حق مية بالمية في شكال هذه النقطة من المنظار الأسترالي وبعض البلاد يلي ممكن تتبع هذا الموضوع أول شيء أنه وسائل الإعلام التقليدية الجرايد والتلفزيونات بتلحق القوانين المرعية بالبلد اللي هن فيها مثل أستراليا مثلا بينما وسائل التواصل الاجتماعي ما عم بيكون في قوانين تضبطها فمن هون بيعتبروا أنه المينستريم ميديا أو وسائل الإعلام التقليدية مضبوطة ومهنية أكتر من وسائل الإعلام أو من سوشال ميديا من مواقع التواصل الاجتماعي بالتالي اليوم عم بيصير في بس للشائعات بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بينما الإعلام المحلي والمرخص ما بيبس الشائعات وبيشتغل أكتر ضمن القوانين تالي موضوع هو خروج رؤوس الأموال بمعنى آخر يعني اليوم الشركات الكبيرة بقلب أسترالي اللي عم تدفع للإعلانات عم تدفع لوسائل التواصل الاجتماعي هدول كل هذه عملات أو دولارات عم تخرج برات أستراليا بينما بتعتبر أستراليا اللي لازم هذه الأموال تخصص لداخل أستراليا لما منشتر إعلان بقلب الجريدة عم تضل هذا المال بقلب أستراليا لما عم تشتر إعلان بمؤسس بتلفزيون عم تضل هذا المال بقلب أستراليا وعم يساهم بتوظيف أستراليين وعجلة اقتصادية جيدة لما عم تدفع لهدول وسائل التواصل عم تطلع المصاري برات أستراليا وهدول الوسائل التواصل ما عم يحطوا شيء بالمقابل من نوع من استثمارات بهذه البلاد وآخر موضوع هو يمكن الشق السياسي اللي ذكرته حضرتك أنه هدول السياسيين يمكن يقدروا يسيطروا بطريقة أو بأخرى على وسائل تقليدية خاصة الصحف بينما ما عندهم سيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبأي لحظة ممكن يعملون بلوك مثلا إذا كان فيه آراء سياسي مختلفة عن توجهات إدارة فيسبوك فعلا وجهة نظر سليمة جدا المستشار في تكنولوجيا المعلومات سيد عامر الطبش كنت معنا من بيروت نشكرك شكر جزيل لوجودك معنا في الصباح